إلى ذلك أكدت لجنة العلاقات الخارجية بيدعمها جهود الحكومة وخطواتها الإيجابية لبناء علاقات استراتيجية متكاملة إقليميا ودوليا وأشارت إلى ضرورة أن تكون هذه الخطوات نقطة تحولا حقيقية في سياسة العراق الخارجية وذكرت أن الاتفاقية الرباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات الغاصة بمشروع طريقة تنمية ستسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليبي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي بين الشرق والغرب وثمنت اللجنة جهود رئيس الوزراء محمد شيع السودان المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية وبناء شراكات استراتيجية حقيقية طويلة الأمد بين العراق وتركيا وتوقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه وبما يحقق شراكة فعالة تهدف لضمان توفير المياه والأمن المائي والغذائي للعراق